دوليا وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يدخل العدوان الصيوني الهمجي على قطاع غزة يومه الخامس والعشرين بعد المائتين بارتكاب أبشع المجازر في حق المواطنين الأبرياء حيث جنت فجر اليوم الطائرات الحاربية غارات عنيفة على مناطق متفرقة بمخيم جباليا أسفرت عن استجهاد أكثر من خمسة عشر فلسطينيين وإصابة ثلاثين آخرين وبالطفة الغربية استشهد فلسطينيون وأصيب ثمانية آخرون ليلة الماضية في قصف نفذه الطيران الصيوني على منزل في مخيم جينين يتزامن هذا مع تأكيد منظمة الصحة العالمية أن مواصلة إغلاق معبر رفح وعدم القدرة على الأصول إلى معبر كرم أبو سالم من شأنهما زيادة نقص الإمدادات الطبية لفرق الطوارئ في غزة